السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سعداء. احباتنا الافاضل اينما كنتم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على نبتة جميلة جدا. نبتة طلبوها كثير من حبابنا المتابعين على القناة. ان شاء الله هنتكلم على نبتة. نبتة اسمها الكروتون العدسي. الكروتون في منه نوعين. في من الكروتون اللي هو الاوراق حمراء. وبتدي الوان مختلفة كده. بتأثر باشعة الشمس. بتأثر بالمية. لكن الكروتون اللي احنا نتكلم عنه النهاردة الكروتون العدسي. زي ما حالكم شايفين كده. الكروتون العدسي باسماء كتيرة. اسمه كروتون عدسي. وكمان اسمه بادلة النقاش. وكمان اسمه البهاء الذهب. وكمان اسمه الكوديوم. النبتة دي نبتة جميلة جدا بمعنى الكلمة. النبتة دي نبتة ضلية. بتحب المكان اللي فيه اشعة الشمس قوية لكن مش مباشرة. ضوء الشمس لكن مش الاشعة نفسها. في اضاءة آآ قوية. النبتة دي هتلاقيها بتدي معاك الدركشة الجميلة كده بالوانها الزهية الرائعة. اللاصفر في اللاخدر ده بيدينا متعة بصرية رائعة. النبات زي ما حالكم شايفينه كده الاوراق بتاعته آآ ورقها لامع جدا وجميلة ما شاء الله. ورقها ممتاز شكله حلو. بتدي افرع كتير زي ما حالكم شايفين كده. نموها كسيف. طيب النبتة دي نرويها ازاي. الري بيكون عند جفاف سطح التربة. الري يكون عند جفاف سطح التربة. نحط ايدنا كده في التربة لو آآ التربة نشفة يبقى كده محتاجة راي. طيب لو لو التربة بتاعتنا طرية زي كده وطلعت في صوابع مسلا زي كده يبقى التربة ديت مش محتاجة مية خالص. نصبر عليها. النبتة جميلة جدا في الاماكن الظلية اللي بيوصل لها شمس من غربيلة. آآ النبتة جميلة اصلا تنتشر في في مصر والوطن العربي. لها الوان جميلة جميلة جدا. بس اصل النبتة دي من ماليزيا والهند. اصل النبتة بتاعت الكروتون العدسي دي. النبتة الرائعة دي آآ من الهند. طيب اضاءة جيدة. لازم اضاءة جيدة. ما ينفعش نحطها في الاماكن الظلية تماما. او ممكن تتعرض دي الشمس ساعتين في اليوم. افضل تربة للنبتة دي عشان تتقاسر وتقبأ كويسة جدا معاك. التربة الطينية. زي ما حدوك شايف كده. دي تربة طينية. ده احسن وسيط تنمو في النبتة الجميلة دي. التربة الطينية زي ما حدوك شايف كده. النبتة الطينية. النبتة الجميلة دي عايشة في تربة طينية. النبتة بتحب الدفع. يعني ما نفعش في الشتاء نعرضها للسقيع وتجو التلج ده. ودرجة حرارة ما تنزلش عن خمسساشة درجة مقوية. النبتة لما نيجي نرويها في الصيف ممكن نرويها بغزارة زي ما احنا عايزين في الصيف. لكن في الشتاء ما ينفعش نرويها بغزارة. واحذر من تعفن جزور النبتة. النبتة رائعة بمعنى الكلمة. نبتة جميلة جدا تستمتع بها. اسمها الكروتون العدسي. النبتة بتحب الرطوبة. يعني دايما نرش الورق بتاعها بالمية. نرش الورق بتاعها بالمية ونخليه دايما رطب. هتدينا زركاشة جميلة زي ما حالكم شايفين كده. طيب. النبتة دي تتكاصر ازاي? النبتة بتتكاصر بطريقتين. يا اما الترئيد ناخد فرع ونرقده. او التكاصر الطرفي بالعقلة الطرفية. نقطع كده عقلة طرفية من الطرف اللي هو في النموة ده. ونشيل كم ورقة من فوق كده. ونزرحها على طول ان شاء الله هتجدر معنا وتشتغل. او نقطع عقلة طرفية ونجدرها في المية. وتشتغل معنا بعد كده ننقلها في الطين. طيب لو احنا بنسأل على سماد للنبتة دي. النبتة دي نسمدها ازاي? النبتة دي بتاخد سماد NBK كل شهر مرة. بتاخد NBK كل شهر مرة. اول اسمدة بتاعتنا الطبعية اللي احنا متعودين عليها. سماد ماء الرز. سماد البنجر. سماد اشر الموز. سماد الشاي. سماد القهوة. اسمدة كتيرة جدا طبعية تنفع النبتة دي وتديك نتيجة مبهرة جدا لتكاصر النبتة دي النبتة واخضرار اوراقها. النبتة احنا شايفين هنا التربة بتاعتها طرية مش هينفع نرويها. طيب هنا التربة سطح التربة ناشف جدا. سطح التربة ده ما حدودكم شايفين كده ناشف جدا. فلازم نرويها. لازم تاخد رأي. النبتة دي لو احنا بخلنا عليها بالمية نلاقي الورق بتاعها ده زبل كده وبقى طري ونازل لتحت وشكله مش عاطفها تصعب عليك فتضطر تديها آآ مية تاني. النبتة آآ لو اخدت المية بعد زبل ورقها بتنتعش من جديد وتدي لك نمو رائع جدا. النبتة ما بتطولش يعني طولها اخروا مسلا آآ تسعين او متر ما بتطولش عن كده. نبتة جميلة جدا. لو حضرتك كمان حبيت تكلية تخليها كسيفة او زاتة افرع كسيفة بنقطع القمة النامية دي. نقطع القمة النامية ديت. وبالتالي هتعمل فروع من تحت وتقبى كسيفة وتقبى جميلة جدا. اتمنى من حضرتك لو مش مشترك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان نوصلك كل الجديد اول باول. ونعمل شير للفيديوهات عشان نفائدة عم آآ للجميع. واتمنى تكون صفيتم والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته